بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا شباب هنعرف مع بعض ازاي نسجل مواد الصيفي طبعا اللي انا هقوله ده هو عبارة عن اجتهاد يعني بسيط شوية على السيستم وعرفت ازاي بيشتغل طبعا لو حد عنده اضافة وعنده تعديل يعني يفضل ان هو يقولنا عليه علشان خطر يعني نتفادى ان احنا نقع في الخطأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة اروح افتح الموقع الموقع طبعا كلنا معانا الرابط بتاعه حتى لو مش معانا ممكن انزله في لينك تحت الفيديو بعد كده بابدأ اكتب اليوزر نيم وباكتب الباسورد بتاعتي وبختار من هنا ستيودنت لان الباقي طبعا ما لديهش علاقة بيه سواء انا مش بسطف ولا حتى سيستم يوزر انا ستيودنت وبعد كده هقول له لوجين بعد لما ادخل هلاقي هنا على ايدي الشمال في حاجة اسمها اكاديميك ريجستريشن بيطلع لي المنظر اللي انت شايفينه ده بيقول لك عدد الساعات اللي مسموح لك انك انت تسجيلها كام طبعا انت مش هينفع تسجل اكتر من كده لان اصلا السيستم مش هيقبل فاول حاجة لازم تكون مجاهز نفسك ايه هي المواد اللي انت هتسجلها انا بالنسبالي يعني على سبيل المثال هبدأ اشتغل على ثلاث مواد المس one وفيزيا one وبعد كده الانجليش طب تعال اول نخلص الاول من اول مادة واسهل مادة وموضوع الانجليش بص كده لو رحت انزلت تحت على الانجليش مش هتلاقي لي اي لبات خالص ولا اي ساكاشن خالص هو عبارة عن محاضرة فقط فجنب منه علامة زائد قوله عايز اعمل علامة الزائد خلاص اصبحت علامة اكس وتنزل كده تحت هيقول لك ده معادل انجليش هلينفع تغيره لأ لانه ده المعادل الوحيد اللي موجود طيب يلا بينا بقى نروح على المادة فاضلي كده انا مادتين المادة التانية بالنسبة للماس الماس وان وكمان الفيزيوان فيه ناس بعتت بتقول لي خلي بالك ده فيه بعض المواد مش موجودة طيب نرجع مع بعض ادي ماس وان موجودة اهي المادة بتاعت اللي هي البصريات بتاعت العمارة كسم عمارة ادي ميكانيكا وان فيزيوان وادي رسم وان تمام ماس تو وهتلاقي ميكانيكا برضو تو وفيزيوان اذا كل موجود محدش وكمان الرسمته يبقى ايزا كده كل موجود محدش يقول ان ما فيش حاجة مش موجودة لا كل موجود قدام منك الا بقى لو كان انت عندك مشكلة بصراحة انا ما عنديش حل لي طيب نروح على اول حاجة احنا اتفقنا هشتغل على الفيزيو هشتغل على الماس وان هروح على الماس وان انا عندي هنا وعندي جنبها ليكتشر طيب لو ضغطت على اي واحدة منهم اللي بيحصل اللي اتنين بيتضغط عليهم يعني جربك اضغط هنا او اضغط تحت بينزلك المعاد اكباري اهو هو ده المعاد بتاع ماس وان اهو هنا وهنا كمان يوم من دي ويوم ايه سرس دي ده اكباري طب هل سؤال بقى هل في الماس هل في ساكاشن او في ساكاشن طب الساكاشن ده انا عندي هنا مجموعة من الساكاشن ساكشن وان وطو وثري وفور وهكذا لو انا اخترت وان ده هل من حق اختار غيره لأ خلاص هيقول لك ادد توزا ستيودنت اخر جروب خلاص انت ضيفته يبقى انت مش ينفع تضيف تاني طب حاول تضيف اللي بعد منه مش هيرضى اذا هو بيديك معاد سكشن واحد فقط انت تضيفه طب لو سمحت بص كده السكشن اللي انا ضيفته بعيد قوي عني لا انا مش عايز السكشن ده خلاص انا بالنسبة لي السكشن ده بالنسبة لي انا كشريف لا مش عايزه احاول ادور معاد تاني اقرب لا برضو ده مش عايزه لا ده برضو مش عايزه. لا ده برضو مش عايزه. وابدأ انزل تحت الحد لما خلص. ده لا. طيب ده لا. طيب ده معقول شوية. طيب ده تقريبا نفس المكان. طيب هنا. اه هنا معقول جدا بالنسبة لي انا كموعيد بالنسبة لي هنا معقول جدا. طيب اروح ابص اشيل. طيب احاول اجرب عن بعده. مش هيرضى. لا يبقى اشيل ده. واروح اجرب هنا. اه كده ده. او ده اللي اتنين معادين. اللي اتنين ممتازين جدا بالنسبة لي. اه سواء ده او ده. المعاد اللي انت شايفه مناسب ليك هتبدأ انك انت تشتغل. فانا اختار ده وخلاص تمام. الواسكشن سبعة ده. هيكون. يوم صندي. يبقى انا كده الحمد لله خلصت من الماس كله. زبطت الماس كله. وزبطت كمان مين الانجليش فاضل للفيزياء. بنفس الطريقة بس خلي بالك بقى. الفيزياء اللي سيسجل فيزياء واند خلي بالك ان هي مكونة من ثلاثة حاجات. مش حاجتين. مش رياضة. مش آسف. مش محاضرة وسكشن. لا ده محاضرة وسكشن ولاب. الاول اخلاص من المحاضرة. تلاتة. لو اخترت على اي واحدة فيهم يعلم على الثلاثة. احنا لسه ايه عامليني الكلام ده في الماس. طب هروح اختار لفوق يعلم على الثلاثة. طب هروح اختار لف النص يعلم على الثلاثة. اذا ده اجباري. ما تقدرش النكل تتغيره. فضلك حاجتين بقى خلاص بقى انت كده ايه بقيت بروفشنل تعرف تعملهم. اللاب هتختار معاده اللي يناسبك. والسكشن هتختار معاده اللي يناسبك. هنفترض على سبيل المسال عشان بس ما تقولش الفيديو. اللاب ده معاده يناسبني. يبقى انا كده خلاص خلصت اللاب. فضلي السكشن. وادي السكشن اروح ابص على السكشن بتاع الفيزياء. معاده يناسبني ولا لا. اروح ابص كده. اه كده تمام. لو انا كده تمام خلاص. اروح ابص كده. اه ده معاد السكشن واللاب تمام. خلاص خلصت اروح اعمل ايه? اعمل سيف. يبقى انا كده الحمدلله خلصت ايه الشغل بتاعي. اللي تم الحفظ بنجاح. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.